السلام عليكم وعزائي طلبة الصف الأول المتوسط لمدارس المتميزين والمتميزات والمدارس ثنائية اللغة شونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية نكمل وياكم المحاضرات طبعا وصلنا إلى الموضوع الآخر وهو موضوع scientific notation طبعا اللاسن 1 بيه ثلاث مواضيع mental math والpowers والscientific notation إن شاء الله هاي محاضرتنا بسيطة وسهلة عن scientific notation هي الصيغة العلمية أو الصورة العلمية إن شاء الله نشرح كل عم ثلاثة وثمانينة بها المحاضرة يعني بسيطة وسهلة كلش خلي نشوف هنا شنو الصيغة العلمية الصورة العلمية هذا بالإنجليزي ما للتقيachine يعني يقل لك نقدر نكتب الأرقام الكبيرة بالسيغة العلمية أكثر شي يستخدموه برياضيات الفيزيزي سرعة الضوء سرعة الصوت أرقام كبيرة that the number times a power برقم مضروب إلى رقم مرفوع إلى 10 إلى أس for example مثلا 70,000 70,000 يقولك تكتبها 7 times 10 power 4 كم زيرة متكرر؟ متكرر أربعة تكتب 10 power 4 هاي سموها الصيغة الرقمية digital notation هاي سموها الصيغة العلمية scientific notation الأسر راح تجي نحول هذا إلى digital وحول digital إلى scientific notation where the power of 10 indicates the numbers of zeros of the given number يمكن كتابة الأعداد الكبير على الصورة العلمية وهي عدد مضروب في قوة العدد 10 مثال حيث شأنها عليها 70,000 يكتب بهذا الشكل وأس العدد 10 يدل على عدد الأصفار يعني الأس هناك get 4 معناها كأربعة 0 1, 2, 3, 4 لاحظ؟ الصورة العلمية هو عدد مضروب في القوة العدد 10 حيثيناها طبعاً يكون شكلها مثل هذا مثليش مثل 3 times 10 power 5 هاي يسموها صورة العلمية أس العدد يدل على عدد الأصفار هاي حد شيء نعطينا أمثل أستاذ هذا مثال write the following as a scientific notation يابا اكتب لي آني هذا اكتب لي آه بصيغة شنو؟ بصيغة scientific notation بصيغة العلمية scientific notation كلش بسيطة سهلة شون نكتب scientific notation أول سؤال هو 5,000 يعني شون تكتبه تكتبه 5 times 1,000 5 تنزل times 1,000 نكتبه بصيغة powers فينطيني و 10 power 3 زينستاذ نقدر نحولها مباشر؟ نعم تقدر تحولها مباشر 5,000 إلى هذه القطوة ماكو أي إشكال عدد الأصفار 3 سوى 10 power 3 شوفوا السؤال اللي بعده 70,000 راح أحول لك يا مباشر 7 times 10 كم زيرو متكرر موجود هنا؟ 4,0 هذا 4,0 زيني هنا مثال السؤال اللي بعده 640,000 640,000 640,000 شنسوي نفس الطريقة؟ 64 تنزل كما هي هذا الفي كم زيرو متكرر؟ 4,0 هذا 10 power 4 64 في 10 power 4 زيني نطينا بعد سؤال هذا مثال space فضاء what's the distance between the earth and the sun is about 150 million kilometer approximately تقريبا ride the distance as a scientific notation هو مطني رقم 150 مليون يقول سوي ليها بصيغة الصورة هو المسافة بين الأرض و الشمس بين الأرض و الشمس و الأول سريني أعيش 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 أنا أصبحت مرة أخرى أنا أصبحت مرة أخرى والدور حول الأرض والقمار فهو يقول لك المسافة بين الدستانس بين الأرض و السن هي مئة وخمسين مليون كيلو متر مئة وخمسين هناك الكرة الأرضية نكتب بشكل رقم مئة وخمسين مليون مئة وخمسين مليون مليون كم زيرو؟ سيك الزيرو مزيلا، اكتب لنا إياها بشكل شنو؟ ساينتيفك نوتاشن اكتب لنا إياها بشكل ساينتيفك نوتاشن إريدها؟ ما عدنا أي إشكال نفس ما تعلمنا، نكتب الففتين هذا التايمز ونكتب تين كم زيرو موجود؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 0 إذا نخلي الباور 7 هذا هو جواب هذا السؤال الدستانس بين الأرض و السن طبعاً وصلنا إلى أسئلة الميك شور أوف يور اندرستاندن واللي تخص شنوه؟ اللي تخص موضوع الساينتيفك نوتاشن والديجيتال نوتاشن رايد ذا فلوانج نومبرز ساينتيفك نوتاشن أو ديجيتال نوتاشن يعني هو خابطني هنا مثل هذا السؤال، شوفوا شون خابطهن؟ انت اللي بلت ساينتيفك سوي لي ديجيتال مثل هذا وهذا واللي ديجيتال مثل هذا وهذا سوي ليها ساينتيفك نوتاشن زيان هسا ذول هما نفسهم السكستين والسفينتين رايد ذا فلوانج نومبرز عن ديجيتال أكيد هما بالصيغة العلمية راح نسويها شنو احنا؟ راح نسويها بالديجيتال نوتاشن الصيغة العلمية هاي زيان ش راح أسوي؟ اكتب الـ 24 الباور يدل على عدد الأصفار إذا 6 هذا إذا 6-0 يعني 224 مليون 24 مليون 24 مليون السؤال لي بعد نفس الشي هذا 13 كم زيرو؟ 3-0 لاني باور 3 يعني 13.000 بعد هذا بالعكس هذا بالعكس هو سوي ليها بمن؟ سوي ليها بالساينتيفك نوتاشن سوي ليها بالساينتيفك نوتاشن كم زيرو متكرر؟ 4 0 أكتب هنا power 4 الزين السؤال اللي بعده إذا تريد تقرأ شون تقرأ؟ أنا أقول لك إذا تريد تقرأ كل ثلاثة صفارة وخلي فارز هاي ثلاثة صفارة خليلي فارز وهنا ثلاثة صفارة خليلي فارز عفو ثلاثة مراتب خليلي فارز ثلاثة مراتب خليلي فارز إذن هذا خمسة مليار ومائة مليون هاي ثلاثة مليار ومائة مليون إذن حول يا هلاد جتال ما عد مشكلة هاي ثلاثة مليون تايمز تين وأجي أحسب الأصفارة جقد لي موجودة 1 2 3 4 5 6 7 8 هاي ثلاثة 8 0 هو عدد الأصفار اللي موجودة وصلنا إلى أسئلة تمارين 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 هذا 9 0 معناها يضطيني شنو 3 000 مليون 3 000 مليون هذا نفس الشي 52 وخلي 5 0 1 2 3 4 5 كل مش بسيطة وسهلة هاي ثلاثة هاي ثلاثة ايضا يقول سوي ليه ساينتفك نوتاشن سوي ليه ساينتفك نوتاشن هو ديجيتال ما عدد مشكلة هاي ثلاثة 0 موجود 1 2 3 4 موجود 4 0 إذن السؤال الآخر هاي ثلاثة هاي ثلاثة كم 0 متكرر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 يعني 10 9 زيان هنانش عندي عندي أسلة تسوف لتسوف فال окن الاندان هاي ثلاثة هاي ثلاثة لتسوف الموجود 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 1 مليار و موجود جدت الموجود هاي ثلاثة أخطة الولار 850 ألف هذا هو عدد سكان شنو الصين بالسنة 2016 2016 وليش اختار الصين طبعا الصين هي مشهورة بعدد السكان مالتها العالي يعني اتوقع هو اكثر عدد شعب موجود بالعالم هو الصين لذلك اختارها كمثال بس هاي الاحصائية بسنة 2016 20,000 هذا عدد الفعلي طبعا عدد مضبوط بس ب2016 زين شتري دمين عندي write the pre-polis population اكتب عدد سكان الصين تقريبا up to 100 million مقربا الناتج الى 100 million and write it in scientific notation وقرب لناتج وسوي لياه بالscientific notation قرب لياه للميت مليون وسوي لياه بالscientific notation خلنا اكتب الرقم بالله هذا هو الرقم 1 مليار وهذا 3 هذا 7 هذا 5 هذا 8 هذا 5 هذا 0 وهذا 0 هذا هو العدد لاحظة عزيز الطالب هاي 3 مراتب وهاي 3 مراتب وهاي 3 مراتب شون ينقري 1 مليار and 375 مليون and 870 thousand مليار و 375 الف و 375 مليون و 850 الف قرب لياه للميت مليون هي وانها مرتب الميت مليون مرتب الميت مليون هاي هاي هي مرتبة الميت مليون هاي هي المرتبة قرب لياها زين إذا ريد نقرب لازم نباوع الرقم اللي بعده وهو التقريب تذكر عزيز الطالب حتى ما أخذي صف ثاني أكو أرقام كريمة تنطي وأكو أرقام غير كريمة 7 الرقم كريم ينطي لل 3 الأرقام اللي تنطي 5 6 7 8 9 الأرقام اللي ما تنطي 1 لهذا الرقم هي من هو هي 0 1 2 3 4 إذن 7 ينطي فاش راح يساوي تقريبا هذا ساوي تقريبا هذا 1 اللي 3 شراح يصير 4 لأن 7 تقرب المن لأن 1 3 3 فصرت 4 والبقية كلها تصفر البقية كلها تصفر تقربت إلى بعد 0 هنا هذا 0 تقربت إلى مليار مليار وربعمائة مليون تقربت إلى مليار وربعمائة مليون يقول حول لنا إلى الـ هذا 14 وهذا ونشوف كم 0 موجود 1 2 3 4 5 6 7 8 10 باور 8 يعني عدد الأصفار وقال عدد الباور هذا هو عدد سكان الصين مقربا إلى الميت مليون لاحظ شون استخدمنا هاي الصيغة العلمية بحل وهوا أسئلة محتاجة بالحياة زين عدنا مسألة أخرى أيضا من مسألة هو الضوء سرعة الضوء حوالي 3 10 8 ميتر بير سيكون طبعا هاي سرعة الضوء الحقيقية عرفوها أهل الفيزياء رايد ذا سبيد ان ذا ديجيطال نوتيشن يعني هو بالصيغة العلمية تعال اكتب لنا ياها شنو اكتب لنا ياها بالصيغة الديجيطال نوتيشن اكتب لنا بصيغة سرعة الضوء ما عدنا أي إشكال 3 times 10 power 8 شون نكتب طريقة الديجيطال نكتب 3 شقد 8 يعني 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني هنان إش قاد ينطيني 300 مليون 300 مليون بعد اش عدنا عدنا أسئلة chapter test مثل ما وعدتك أحلى كل الأسئلات understanding exercise of the problems chapter test حتى multiple choice كل الأسئلة تتعلق بالموضوع الواحد أحل أمثلته واحل كل التمارين متعلقة بي حتى multiple choice هذا شوف multiple choice أيضا راح لك يا chapter test يقول write the following numbers by using scientific notation or digital notation يعني يقول لك digital سوي scientific ويا هو scientific سوي digital دمجهم سؤال واحد السؤال هذا سؤال 11 chapter test 21 times 10 power 2 حول هنا هو بالصيغة العلمية راح حول يحول بالصيغة الرقمية 21 تنزل 2 كم 0 معناها 2 0 السؤال الآخر 12 أيضا صيغة علمية حول صيغة رقمية هذا 4 وكم 0 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 السؤال الأخير 1 مليون حول إلى scientific هذا 1 هذا times هذا 10 كم 0 6 1 2 3 4 5 6 هذا 6 مليون حول من digital إلى scientific notation راح تفص محاضرتنا هذا أخير سؤال عن الملتابل choice السؤال الأول يقول write the following حول اختر يا هو اللي صير بالscientific notation هذا الرقم يقول من الجواب الصحيح مالت A لو B لو C لو D طبعا هو بعد 9 وكل هم بهم 9 هاي شو المشكلة هاي كل هم بهم 9 إذا نروح نحسب عدد الأصفار هل هو 7 هل هو 8 هل هو 9 هل هو 10 قل نروح نحسب عدد الأصفار زين هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 إذن هو خيار ب 9 times 10 power 8 زين السؤال الآخر شي يقول هذا بالعكس مطيني digital ويقول يا هو scientific ما الت عفو digital هو كاتب scientific لا ما يحتاج digital notation مباشرتين زين نفس المشكلة هو بعد 8 وكل هم بهم 8 إذن الشغلة مو يم 8 شاء الله يم عدد الأصفار يم عدد الأصفار إش قد الpower هنا 4 معناها إنه أكو 4 0 إذن هو خيار الأول الخيار الأول ب 4 0 هذا ب 3 0 هذا ب 2 0 إذن هو الخيار الأول خيار أي هو 80 000 هو الجواب الصحيح إن شاء الله خلصت محاضرتنا لهذا اليوم عن موضوع scientific notation وشون نحول إلى digital notation وبالعكس خلص اللسن 1 اللي يضمن المحاضرة الجاية راح نحصل على اللسن 2 نلتقيكم إن شاء الله بالخير والصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته